أهلا بكم مشاهدين متواصلون دائما معكم عبر قناة النهار الإخباري الأولى في الجزائر نعود لاستكمال النقاش قبل الفاصل ياسين تحدثت عن مجموعة من المقترحات وقلت أنه لابد أن ترحل كل هذه الوجوه القديمة حتى نقوله لابد أن نتجه نحو مرحلة جديدة بوجوه كذلك جديدة كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ هما يقولوا أن نحب الجزائر ويقولوا أن نحوص على حلول السيدة الرئيسة والمجلس الدستوري اللي نورمالما هو واحد ومشي حتى يعيط له السيد ويقوله طبق المادة باش يبدأ يحضر إليها ورئيس مجلس الأمة اللي نشوفوه شفناه هو اللي قبل المقترحات أعتقد أنه لديه عامين أو ثلاثين باش يديروا هذه الاسمبلية على كل حال أنا نظن باللي ما زال عن الوقت جمعة جمعة وجمعة تاني تنحاوه يكفيوا باش يتنحاوه ويكفيوا باش الشعبي يمرر رسالة تاعه لهذه الأشخاص أنه الحل سهل مرة يتمكن في ربع أشخاص هذو برك يروحوا كون يروحوا تولي الحالة تمشية على كل حال وكاين سادة أو أستاذة كما أخينا العزيز أنه يقدروا يكونوا في المرحلة القادمة ويكون كاين أن كونسانسوس على أنا مينش منقدرش أن نبارك الواحد ولا هذك يكون كاين أن كونسانسوس على أناس لي يستهلوا يكونوا في المرحلة القادمة أستاذ نعمان العور ماذا عن الأحزاب السياسية التي شفنا ردود أفعالها كانت متباينة لكن فيما قبل كانت تطالب بتفعيل مثل هذه المواد شوف أختي الكريمة هو من حق كل حزب سياسي أنه يبني رأيه وموقفه وفق الخلفياته وبالتالي شيء طبيعي تجد أنه الآن كان من كان ينادي بتطبيق المادة الآن قال كنا أرفض تطبيق المادة لأنها تجاوزها الزمن وكان هناك الذي يعتقده وهذا ربما نقدر نقوله كل واحد حجته أنا شحاب نتكلم على غيري أنا نتكلم على نفسي ولهذا بالنسبة لنا شايفين باللي عدم تطبيق هذا يعني لما لا نقوم بهذا العمل وش نديره إذا نلغيه الدستور وإذا كنلغينا الدستور ما لا في الحال دي حتى المادة السبعات إذا نلغيه إذا معناها شكور وش يولي معناه تولي قانون الغابة معناه اللي عنده القوة هو الذي يقولك أنتما كان أنا اللي عنده القوة أنا اللي يقرر نحن لا نريد أن القوة التي تقرر نريد الحق هو الذي يقرر والحق الذي يقرر هو الذي هو موجود في القانون المتفق عليه وهو الدستور إذا نبدأ بالدستور لكن قلنا الدستور هالوحده يكفي قلنا لابد أن يطعم فيما لا يخالفه في الأمور سياسية طبيعا لنا لنأزمة سياسية الآن ما نقدرش أننا نهرب منها وبالتالي على كل حال المواقف الأحزاب من حق كل واحد يقول لكن في نهاية الأمر هذه مواقف لكن الفعل حقيقي طيب ماذا عن تغيير في المواقف؟ كيف تعتبرها أستاذ نعمان لعور؟ والله على كل حال تغيير في المواقف في التصريحات وفي الآراء صنعت الجدد المؤخرة شوف كيف هي يقول شوف إذا كان طرحوها بموضوعية ونعرفوا إحنا ما هي السياسة نعرفوا باللي هي عبارة عن أمور متغيرة وكلما تغيرت المعطيات يتغير الموقف فلنا في بعض الناس يقول وكل حزب أنا فيه تقديري لديه ثوابث الأصل لا تتغير وعنده متغيرات تخضع للزمان والمكان فبالتالي على كل حال أنا لا أخذ فيه الذي يريد أن يغير أنا مدابية شوف أقول لك حاجة أنا بالعكس كالناس المقلقة أنا والله مدابية لما يجتمع الشعب الجزاري حتى الموالد وقالوا يا ناس نحن مع الخير ما شاء الله شاب جزاري يكون موعد تصور معي الطريقة العكسية يقول كل الموالات اللي بيدها الأمور وهي الجزاري العميقة تقول لك أنا ضب وأساقفه بالمرساد ونروح نعيط المراضين تعالي وخرجوا للطريق وشا عيسير يكون يكون منك تساعد لكن الحمد لله قالك أجمع نحن مع مطالب الشاب والشاب كله على قلب رجل واحد وهذه نعمة أنا أبنى أولا غير نعتبرها بل لهذا إنجاز الذي لم يتحقق منذ مدة أنه الآن أصبح إنجاز أنه الشعب يقول كلمته والمطلوب أن نستمع إليه ونفهم ونعي ما يطلب ولا ننتظره حتى يخرج الشارع الأصل لا ننتظر حتى يخرج الشارع الأصل نقوم به من محضر الإرادة لنبي حكم انتهى الأصل مسؤول هو في خدمة المواطن موش العكس أما إذا انتظرت حتى المواطن ينتفض ما بقت لك شنور ما متروح لأنها بالنسبة لك إن ما بقى لك شوجود لأنها بالنسبة لك أنك معزول على المجتمع الأصل من إرادة شعبية أنت من المفروض أنك تكون تابع عندك كما يسميه كان نحن الشيخ محفوظ نحن ربي رحمه قال يقولك يكون عندك قرون الاستشعار تحس به قالك يا جماعة حبس أرى يحوس على هذه أنت لازم تسترع وتوفرها لأنها في خدمته أما إذا انتظرت حتى انتفض انتهى الأمر ما عليك إلا أن تذهب تفضل سيدي أنا عندي سؤال نطرح في ذوكاكون نحبون أن نفعلوا المدامية واثنين هو للرزلدوش يكون يكون رئيس مجلس الأمة يقول لي يعين رئيس مؤقت رأيك معي تسمى نفس رئيس مجلس الأمة ليس ابن صالح نعم رئيس مجلس الأمة وليس ابن صالح يا تكسر تسمى تسمى عن المقترح هذا المقترح هذا أنه نطبقون مدامية واثنين ونشوفوا الحراك وش راهو يطلب الحراك راهو يطلب باللي هذا الجماعة الجماعة الحومة على الرئيس يروح الحومة يروح صح أخذك الحومة راهو كما نقول عصابة الفاسد صح كيف تقدر أنت تقدر تزيد سنة تعطيلهم في يدهم 135 يوم على كل 135 يوم 14 أربعة شهر تجربة سيزيد ونكمل لك أستاذ السؤال لك رجنراسون تجربة تأسك في هذا أربعنا 14 يوم 14 يوم هل تكفي أن نحيو هذا السادة الديميسيونيو في هذا الحال في هذا الحال سوف نتبع القانون سوف نتبع القانون هذا أول أول سوف نتبع سوف نتبع سوف نكمل لك سؤال تقدرنا نحن نحن قلنا المادة 2 توقف عندها ليس بحل وش نديره قال لك الآن تكون مادة 102 رئيس الجمهورية أنه يقال هذا شيء أخر ربما تقول في قضية وقت وإجراءات إلى آخر لكن في النهاية رئيس الجمهورية غير موجود من المفرض وين نمشيوا قبل ما نوصل لهذا أنه مجلس الأمة يستقيل لماذا نقول لماذا نقول مجلس هم يستقيل حتى لأننا مازال لدينا في المجلس دستو محول وجه يروح نقول كيف شوف شوف كيف ندير ها الطريق الآن لدينا من ناحية لدينا في مجلس الأمة لا تزال مناصب شاغرة سبع مناصب شاغرة في مجلس الأمة ما عنا رئيس الجمهورية الآن إذا كانت هناك إرادة سياسية نعين الفرض الذي يريده الشعب شكو شكو لي عينه هذا يكسل نحوش على الفرض قبل الفرض لأنه ما يش حاب نقر أسماء فرض متوافق عليه الشعب يريد أن يكون هو الذي يقود المرحلة الانتقالية فرض هذا الفرض يعين في المجلس الأمة ويصبح رئيس المجلس الأمة لا لا ما فالتنش الميكانيزم الميكانيزم تعيين كيف يعين دستوريا كيف هذا إجراء إداري أنا الذي يهمني شخص أنه من فلان فلان قال يعين يصبح في مجلس الأمة وبعدنا يكون في مجلس الأمة يصبح هو رئيس مجلس الأمة وهو الذي يقود الجسائل في المرحلة الانتقالية بشخص متوافق عليه وراضي عليه الشعب بالتالي أصبح رئيش كان لدينا رئيش جمهورية بالنيابة في المرحلة هذه الناس قابلته هذه واحدة تنين ما تبقى شلال كيف تعرف أنت باللي الناس قابلته وكيف نكمل ثم بعد ذلك خلال هذه نزيد نعين رئيس حكومة متوافق عليه طبعا نجم نسي يروح هو نسي نقول كيف يروح إذن معنا لابد نشكل حكومة توافق وطني يكون متفقين عليها هي التي تسي المرحلة الانتقالية ليش الحكومة التي موجودة ليش الحكومة التي موجودة بالتالي لماذا ندر العملية هذه لطم أنت المواطن يقول كسي محمد أنتم يا مواطنين حبيتوا أن نحيف لها هو رئيس الجمهورية ليش يسير مرحلة خلاص زيد ليش الحكومة ليش هي التي تسير مرحلة حكومة التي راضيين عليها أنتم راضيين على رئيس الدولة أو نسميه بالنيابة راضيين عليه وراضيين عن الحكومة بقاتل وش نروح لازم نرجع للشغالية الدستورية نروح مباشرة الانتخابات رئاسية ويبقى فيها صندوق ثم بعد الصندوق هو اللي يعبر عن الصندوق هو اللي يعبر في النهاية عن إرادة الشعبية مكاش حاجة أعود أخرى لكن الصندوق اللي يروح هو يعبر عن إرادة الشعبية نجيب على الجمهورية بعد ما خلصوا راجع الجمهورية نروح المرحلة الثانية نروح وكان إصلاح ضرورية نبدو بها وأول إصراح نبدو به هو تعديل دستور نبدو به لكن وقتا نديره نديره في إطار رئيس شرعي يمثل جزائر في الخارج ومحترم لأن بغيابه نصبح مرحلة ابتزاز من الآخر قال لك أجمع نروح الإصراحات الحقيقية وأول إصراح نبدو به هو الإصراح الدستوري ومش نقولكم لماذا نقول كل كلام هذا احنا كما نقول هذا اقتراح الذي نراه يخلل لنا الأزمة وترضى عليه الناس أما بشي وحوش مرة فريدة قال لك الآن كل شي نديره مرة وحدة لكن هذا مقترح على كل العالم طيب التوليف الدستوري يا أستاذ كيف بإمكاننا على كل حل ما قاله الأستاذ ينقصه شيء ما يتعلق بالمجلس الدستوري لأنه في الحقيقة الآن لو ذهبنا إلى تطبيق المادة 102 أول عائق سنصادفه هو أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا مجلس الدستوري الذي يرأس لهذا نحتاج إرادة سياسية يقبل أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويتثبت من طبعا هذا إذا كان نمشينا مع حالة الاستقالة إذا كان حالة العجز بسبب المرض سنمش في ذلك 45 يوم يترأس فيها الدولة رئيس مجلس الأمة بالنيابة بالنيابة وهنا بالنيابة سيفهمها الناس لأنه هذا مصطلح قانوني النيابة في المفهوم القانوني وأن يعبر النائب بإرادته عن إرادة الأصيل مع انصراف الآثار إلى الأصيل معناه إن إنسان يسمى الأصيل لهو رئيس الجمهورية وإنسان يسير بالنيابة لأنه المجلس الدستوري لأنه ما زال مولات المسألة نهائية يعني الشغور نهائي ولذلك يقترح المجلس الدستوري على البرلمان أن يجمع بغرفته زميلي الشاب الآن أقول له هناك بعض الأحزاب انسحبت من البرلمان بارك موفيك أنا جايك الآن المجلس الدستوري هذا هذا المجلس الدستوري هو أيضا فيه إشكال فيه إشكال مرفوض من طرف الحراك أقول لك أنا أستاذ أدرس القانون الدستوري وأنا في القسم أدرس طلبتي القانون الدستوري وأشرح لهم وظائف المجلس الدستوري أقول لك شيئا أن هذا المجلس الدستوري حينما صدرت المراسيم ثلاث المراسيم الرئاسية ثلاث حينما صدرت يعني اللي هو خصوصا المرسوم المتعلق بسحب المرسوم التي استدعاء الهي الناخبة هذا المرسوم اللي قال خلاص مكانش انتخابات هذه المراسيم أنا أفهم المجلس الدستوري حينما يقول لي أنا ما عنديش القدرة الدستورية على أن أتحرك من تلقاء نفسي لابد من اختار جيني من براء من طرف المعارض من طرف البرلمان يعني النواب في البرلمان أو أعضاء في مجلس الأمة ولذلك كان الناس ينتظرون من نواب المعارضة أن يشكلوا هذه الخمسين نائبا ويخطروا المجلس الدستوري قال تلك المراسيم مرصوم تأجيل الانتخابات غير دستوري يخطرونه باش يتحرك وذلك هو لقي الحجة قال أنا لم أختر ولكن هناك مسألة أخرى متعلقة بصلاحياته هو في حد ذاته متعلقة بصلاحياته لماذا لم يدرس ملفات المترشحين أنت تحكمك مواد دستورية المجلس الدستوري تحكمه مواد دستورية لماذا لم يدرس ملفات المترشحين رغم انسحاب السيد الرئيس الجمهورية الحالي لأنه لانسحاب مادة يعني وضع قانوني دستوري موجود أنا قلت لك المادة مية وثلاثة تتحدث عن الانسحاب فإذا كان أحد المترشحين انسحب لآخرين يجب أن تدرس ملفاتهم عدم دراسته هذه فيما يتعلق بي سمحيني عدم دراسته لملفات المترشحين معناه إقرار ضمن بأن المرصوم سحب المرصوم الأول المتعلق بالانتخابات يرضاه الشعب مسألة ثانية أنا مع سيد المحترم فيما يتعلق برئيس مجلس الأمة لا بد من تفكير جدي في حل أن تتولى هذه المسألة شخصية وطنية تحضر بالتوافق مازالكين فرصة لإعمال الدستور يتم تعيين الشخص هذا في مجلس الأمة ويصبح رئيس المجلس الأمة نتحول على المباشر